كيف تنظر إلى هذا الدور الإماراتي والسعودي أيضاً في مسألة نزع الألغام وحتى في المسائل الأخرى المتعلقة بهذه المشكلة؟ لا تبقى مع العميد خالد بالفعل مشروع مسام السعودي وكذلك المشروع الفرق الهندسية الإماراتية كان لها دور كبير خاصة في المناطق المحررة والبعض بدنا حتى أنه حاولت دخول إلى المناطق التي تصدق عليها مليشيات الحوثي من خلال بعض اليمنين الذين تتهم تجريبهم من قبل مشروع مسام أو الفرق الهندسية الإماراتية لنزع الألغام في تلك المناطق الجهود الكبيرة فيها هذا القانب ولكن المصيبة أكبر والمشكلة أكبر التي وضعتها مليشيات الحوثي في طريق الشعب اليمني ولذلك نحن بحاجة بهذه المرحلة إلى استمرار هذه الجهود وأن تكون تلك البرامج مستمرة في المناطق المحررة لأنه هناك محافظات الجنوب هناك في ألغام لازالت متواجدة منذ عامة 994 والبعض منها متواجد خلال الحرب الماضية وتظهر بين الفيناء والأخرى ولذلك هذا البرنامج يجب أن يشمل كل المحافظات التي تعرضت للحرب الأخيرة والتي كان لها آثار بالحروب السابقة نتحدث هنا أنه دور التحالف العربي وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة دور مشهول في هذا القانب ولكن يجب أن يكون هناك وقفة جادة أيضا من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وخاصة عندما نتحدث عن المنظمات التابعة للأمم المتحدة بشكل مباشر التي تعمل في داخل اليمن يجب أن يكون هناك تفادى في هذا القانب حتى نستطيع أن نخفف على المواطنين المعاناة وأن نوقف عقلة الضحايا الذين يسقطون بشكل مستمر خلال السنوات الماضية حتى نصل إلى محاولة تصفية هذه الكارثة المتواجدة في اليمن اشتركوا في القناة